خلف القطبان مئات الآلاف من السوريين يدونون بعذاباتهم تاريخ المرحلة ومن خرج منها تلاحقه كوابيسها هو يوم للمعتقل السوري أحياه اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم بمشاركة مجموعة من المنظمات والمؤسسات في مدينة اسطنبول اليوم نحن ننظم فعالية يوم المعتقلين لنكون صوتهم ينصلوا للعالم أنه يسمعوا بالمعاناة اللي عم بيعانوا وجوه يوم المعتقلين حاصرتهم الأرض وضاقت عليهم السماء لا ترى وجوههم الشمس ولا بداية المساء وتمثل هذا الإحياء بإقامة فعاليات متنوعة ما بين الغناء الثوري وعروض مسرحية وأفلام تجسد واقع سجون النظام وما يجري فيها على امتداد سنين الثورة وما سبقها أخذنا من شعر الدكتور يوسف القرضاوي قصيدة عن الطغاة وما تفعل الطغاة بالسجناء داخل المعتقلات ولحنته وسوف أقدمها لوحة على المسرح حاليا كما ألقيت كلمات لناشطين وأعضاء في مؤسسات المعارضة تحدثوا فيها عن معاناة المعتقلين وشددوا على ضرورة العمل على وضع ملفهم ضمن أولويات مباحثات الحل في سوريا عبر المنصات الدولية والإقليمية تحت عنوان أطلاق سراح المحتجزين وكشف مصير المفقودين وتسليم جثاء من الضحايا وكان هذا بضغطا من المعارضة بمطالبات واضحة من المعارضة وبدعم تركيا ودعم من الأمم المتحدة وفي الفعالية حضر من يحمل ذاكرة معتقلات ما زالت تطارده بأطياف القابعين فيها وأصوات أنينهم عادة ما يتم التعامل بوحشية زائدة لكل من يحمل قضية من يحمل فكر ويقدمه بطريقة إبداعية يعني الفنانين الكتاب الصحفيين الشعراء الرسامين المخرجين الممثلين وجدت آخرين آخرون يزحفون على بطونهم ومربوطون بالشاش الأبيض من رقبتهم حتى أسفل أقدامهم بطريقة انتقامية رهيبة جدا روايات مرعبة عن فضائع التعذيب الجسدي والنفسي في معتقلات نظام الأسد تبقى كتابا مفتوحا لن تغلقه إلا عدالة ما زالت غائبة لقناة الرافدين الفضائية من مدينة اسطنبول فارغ شريف ترجمة نانسي قنقر